بدأت بمقر الأمانة العامة لجماعة الدول العربية أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي للتحضير لاجتماعات الدورة المئة واثني عشر للمجلس على المستوى الوزاري والمقرر عقدها الخميس المقبل تناقش اللجنة التي تنعقد برئاسة اليمن بنود مشروع جدول أعمال الدورة في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المجلس في دورته السابقة ونشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين والملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية والمقرر عقده في مملكة البحرين 2024 إلى جانب بحث عدد من الجوانب الاقتصادية الأخرى